اشتركوا في القناة الدروس السنة الرابعة متوسط. هذه المرة إن شاء الله مع الجملة الواقعة نعتد. لاحظ الأمثلة التالية شرح الأستاذ درسا صعبا. تلاحظ شرح فعل ماضي الأستاذ فاعل ودرسا مفعول به. ما نوعية هذا الدرس الذي شرحه الأستاذ صعبا؟ أكيد تعرفون أن صعبا تعرب صفة للدرس لأن الدرس كان صعبا. لم يكن سهلا لم يكن غامضا لم يكن طويلا لم يكن قصيرا وإنما كان صعبا إذن صعبا هي صفة للدرس تلاحظون أن هذه الصفة جاءت صفة مفردة أو كلمة مفردة هل يمكن أن تأتي هذه الصفة جملة فعلية أو اسمية؟ لنلاحظ شرح الأستاذ درسا يصعب فهمه. إذن عرفت أن الصفة هنا جاءت جملة اسمية تلاحظ شرح الأستاذ درسا درسا نكرة يجب أن تركز على أن النكرة أن الجملة تعقب الجملة التي تعقب النكرة تكون صفات أما الجملة التي تعقب المعارف فتكون أحوال هنا درسا جاءت نكرة فإذن يصعب فهمه هذه الجملة الفعلية في محل نصب صفة لماذا قلنا في محل نصب صفة؟ لأن الصفة تتبع الموصوف ودرسا هنا مفعول به منصوب إذن يصعب فهمه جملة فعلية في محل نصب صفة هل يمكن أن تكون هذه الجملة اسمية؟ نعم شرح الأستاذ درسا فهمه صعب فهمه صعب فهمه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر فهمه مبتدأ وصعب خبر إذن الصفة قد تكون كلمة مفردة وقد تكون جملة اسمية أو فعلية هذه الجملة الإسمية أو الفعلية ما دورها في هذه الجملة؟ هي صفة إذن الجملة النعتية تكون صفة لاحظ شاهدت لوحة جميلة لو اكتفينا إلى هنا وقلنا شاهدت لوحة جميلة شاهدت فعل وفاعل لوحة مفعول به ما هي صفة هذه اللوحة؟ هي جميلة إذن جميلة شاهدت لوحة جميلة إذن جميلة تعرب صفة لفظة منصوبة وعلى ما تنصبها الفتحة الفتحة الظاهرة على آخر لكن تلاحظ هنا جملة أخرى جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر مبتدأ ألوانها ألوان وهو مضاف لها مضاف إليه وفاتنة خبر إذن ألوانها فاتنة جملة اسمية في محل نصب صفة أيضاً لماذا الصفة؟ لأنها تبين خصيصة في اللوحة فإضافة إلى أن اللوحة جميلة لكن أيضاً ألوانها فاتنة تلاحظون أن هذه الألوان أن هذه الجملة ألوانها فاتنة تدقق لنا في الصفة التي قبلها إذن هنا لا بد أنكم فهمتم أو علمتم أن الجملة النعتية الثانية جاءت بهدف تأثير في النعت الأول إذن عندنا نعتين النعت الأول عفوا النعت الأول هو كلمة مفردة والنعت الثاني هو جملة اسمية إذن ما هو أثر في المعنى؟ جاءت لتدقق في الصفة الأولى جميلة من حيث ماذا؟ هل الرسم نفسه جميل؟ كيف جميلة؟ بيّنت أن الألوان هي التي جعل ألوان الفاتنة هي التي جعلت هذه اللوحة جميلة إذن قد تأتي الجملة النعتية مدققة لنعت سبقها تلاحظ هنا الجملة الرابعة كونت فريقا كاملا إذن كونت فريقا فعل وفاعل ومفعول به إذن فريقا مفعول به منصوب إذن كاملا صفة صفة مفردة لكن لاحظ الجملة التي بعدها يتكون من مهاجمين ومدافعين ولاعب وسط هذه جملة فعلية للنعت ما هو أثرها في المعنى؟ جاءت لتفصل الصفة التي سبقتها إذن تأتي الجملة الفعلية تأتي الجملة فعلية أو اسمية وتكون في محل نصب أو جر أو رفع صفة لأن الصفة مع الموصوب قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة وما هو أثرها؟ إما أن تكون الجملة صفة وفقط الجملة الفعلية أو الإسمية في محل نصب صفة فقط أو رفع أو جر صفة فقط أو تكون جملة جاءت لتدقق صفة سبقتها أو جملة جاءت لتفصل صفة سبقتها إذن مع الاستنتاج النعت هو اسم مشتق إذن نعت هو اسم عندما يكون مفرد مشتق غالبا يدل على صفة توضح المنعوت أو تخصصه وهو يتبعه في الإعراب والنوع والعدد والتعريف والتنكير هذا معروف في الصفة في الإسم أو كانت إسما خاصة إذا كانت إسما أو تحديدا إذا كانت إسما أدلا في الإعراب إذا كانت الموصوف مرفوعا فالصفة مرفوعة وهكذا إذا كانت مجرورة أو منصوبة أيضا تتبعه في النوع إذا كانت الموصوف مذكرا تكون الصفة مذكرا أيضا وإذا كانت الموصوف مؤنثا تكون الصفة مؤنثة أيضا في العدد إذا كان الموصف مفردا تكون الصفة مفردا وهكذا مع المثنى والجمع أيضا في التعريف والتنكير إذا كان الموصف نكرة فإن الصفة تكون نكرة وإذا كان الموصف معرفة تكون الصفة معرفة لاحظ هذه الأمثلة رأيت رجلا رأيت طبعا تنقصها الهمزة هنا إذن رأيت رأيت فعل وفاعل رجلا وكريما كريما هنا الصفة إذن تلاحظ رجلا مفرد كريما مفرد مفرد مذكر والصفة مفرد مذكر رأيت رجلين كريمين إذن مثنى مذكر وكريمين مثنى مذكر لاحظ رأيت امرأة كريمة رأيت امرأة كريمة إذن امرأة مؤنث والصفة مؤنثة مفرد مؤنث مفرد مؤنث نساء كريمات إذن جمع مؤنث والصفة كريمات إذن جمع مؤنث إذن ما هو أو ما الذي يربط جملة النعت بجملة المنعوت إذن لازلنا نحن مع الجملة المركبة وهناك جملة أولى وهناك جملة ثانية الجملة الثانية هي الجملة النعتية هذه الجملة النعتية ما الذي يربطها ولا شك أنكم تتذكرون الحال وقد درسناه قبل أيام إذن الجملة النعتية ترتبط بالجملة التي سبقتها بماذا ترتبط يا ترى؟ تكون مرتبطة بضمير يعود على الجملة الأولى يكون النعت جملة خبرية طبعا النعت لا يكون جملة إنشائية وإنما يكون خبري طبعا فعلية أو اسمية ومرتبطة بجملة المنعوت بماذا؟ بضمير يعود عليه بضمير يعود عليه لاحظ معي في المثال رأيت لاحظ معي هنا في المثال السابق شرح الأستاذ درسا يصعب يصعب ما الذي يصعب؟ ما الذي يصعب؟ درسا يصعب فهمه أو لاحظ شاهدت لوحة جميلة ألوانها لاحظ هنا الضمير هنا الضمير متصل وهنا الضمير مستتر الضمير مستتر ألوانها كونت فريق كامل يتكون من الذي يتكون؟ الفريق الفريق الكامل إذن ترتبط الجملة النعتية بضمير يعود على الجملة الأولى إما يكون الضمير ظاهرا أو يكون مستترا إذن قلنا ترتبط الجملة جملة المنعوت بالجملة السفقتها بضمير يعود عليه أيضا إذا كان نعت جملة كان المنعوت نكرة وهذا يحيلنا إلى القاعدة الذهبية التي ذكرناها وهي الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف أحوال أخي الطالب وابني الطالب والمتابع عموما إذا رأيت جملة واحترت هل هي جملة حالية أو جملة نعتية انظر إلى الذي سبقها فإذا وجدته معرفة فعرف أن الجملة حالية وإذا وجدته نكرة فعرف أن الجملة نعتية إذن من معنى الذي أضافه النعت الثاني الجملة النعتية تدل على صفة كما رأينا في الجملة الأولى في الأمثلة إذن الجملة النعتية إما تدل على صفة صفات وفقط إذا كانت وحدها الصفة إذا كانت وحدها الصفة وركز أيضا مثل شرح الأستاذ الدرسا يصعب فهمه فهنا يصعب فهمه صفة ليس هناك صفة معها بل هو صفة لوحدها أيضا تأتي الجملة النعتية لتدقق المعنى مثل شاهدت لوحة جميلة إذن جميلة هي النعت الأول والنعت الثاني هو جملة إذن ما مهمة هذه الجملة أو ما الأثر الذي أعطته لنا الأثر هو أنها دققت لنا النعت الأول دققت لنا النعت الأول يعني ما هو هذا الجمال ما هو سر هذا الجمال أو ما هي نوعية هذا الجمال نوعية هذا الجمال أن الألوان فاتنة إذن هذه الجملة الثانية بينت ودققت في النعت الأول وممكن أن تأتي الجملة النعتية أن يكون لها أثر آخر وهو أن تفصل لاحظ مثلا في المثال كونت فريقا كاملا كاملا نعت الجملة الثانية أو النعت الثاني جملة يتكون من مهاجمين ومدافعين ولاعبي وسط إذن ماذا فعل هنا؟ الجملة النعتية الثانية ماذا فعلت؟ دققت أو عفوا فصلت وذكرت نواحي مختلفة من هذا الفريق الكامل ذكرت نواحي أخرى مفصلة حول هذا النعت الأول إذن إلى هنا عفوا يأتي نأتي إلى نهاية هذه الحلقة آمل إن شاء الله أن تكون هذه الحلقة ممتعة أو ماتعة أو مفيدة وأتمنى من إخواني أن يعذروني إن كان هناك بعض السهو نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة